السلام عليكم شباب طبعا اليوم عندنا الموضوع الميزان اول شي الميزان كتعريف مالته والوظيفة مالته تعريفه هو جهاز مختبري ضروري يكون يستخدم بشكل واسع وظيفته اذن يحدد لي الوزن المواد المختلفة مثليش مثل البودر يعني المسحوق كريستال يعني البلورات عن الكيميكا الماتيريال والمواد الحد اللي هنا المواد الكيميائي الحد اللي هنا هذا تعريف الميزان يقول انا ليش استخدمه اكتب سؤال يمك مهم انا طبعا كاتب الجواب مالته بالاخضر محدد لكم يا يقول واي لماذا وي نحنو determine ويت ليش احنا نحدد الوزن ليش بالمختبر ليش نحدد الوزن الجواب مالته هو preparing لتحضير والاوساط الزراعي هذا السؤال مهم عندي النابة موقع مالته ايضا مهم موقع الميزان كلش مهم الجواب مالته بالاخضر ليش موقع الميزان يعني شنو شروط موقع الميزان اولا لازم يكون اوي بعيدا فروم هيفي ترافيك بوعل بالاخضر هيفي ترافيك لازم يكون بعيدا عن ازدحام المرضى ثانيا يكون بعيدا ايضا عن المعدات الاجهزة الكهربائية الكبيرة يعني شنو يعني هذا الاجهزة اللي بيها بيها اهتزاز لازم الميزان يكون بعيد عنها وايضا ثالثا يكون بعيدا عن الاوبن ويندو عن الشفافيك المفتوحة ليش لان راح دخلي اه تيار هوائي ما راح يأثر لي على حساسية الميزان لان قلنا الميزان كلش حساس فهاي شروط الموقع الميزان ايضا مهمات اه بعدها راح نيجي الى تايبس انواع اوف بلانس انواع الميزان عندي اول نوع هو ميزان ذو كفتين طبعا اهم شي بهذا الميزان هو شنو مبدأ عمله مبدأ عمله كومباراجين تيكنك اذن المقارنة اللي مشرها بالاخضر وايضا يحتوي على كفتين كفة ويتينك بان يعني كفة تكون وزن وكفة قراءة هذا ايضا الكفتين لازم تعرفوهن شنو يعني يعني يكون متساوي يعني يكون متساوي يعني الكفتين متساوية يعني صفر مصفر الميزان زين هذا بالنسبة لل شباب اللي بالاخضر كلش مهم راح نيجي اثنين النوع الثاني اللي هو او قبل ما اتحول النوع الثاني هذا الميزان ال وحدات الوزن بيش راح استخدم شا استخدم له استخدم له الكيلوغرام ولغرام اوكي يعني اوزن بالكيلوغرام ولغرام هذا النوع الاول النوع الثاني الميزان التحليلي طبعا هو يكون يستخدم كتلة كتلة بدقة عالية اذا راح يقيس لي الكتلة بدقة عالية طبعا الميزان التحليلي احنا نعرفه شبيه يحتوي على المغلف شنو فائدة فائدة ايضا كاتب لكم اياها بالاخضر اللي هي الغبار يعني ما يخليلي اتربة يعني يمنع الاتربة واثنين ال اي تيار كهربائي ما يخلي ما راح يأثر لي ما راح يأثر لي على الميزان اي تيار كهربائي بالغرفة بالروم ما راح يأثر لي على الميزان يعني يمنع الغبار وايضا يمنع التيار الهوائي المؤثر هذا ايضا شي مهم زين القياس اللي راح استخدم به هذا الميزان الملي اقرام هذا خليه عندكم الرنج الأول كيلوغرام مليغرام هنا المليغرام لأن قالت راح أجب لكم سؤال اللي هو كل ميزان وشنو وحدة قياسه أو شنو أقيس به شباب طبعا هذا هو الميزان التحليلي هذا الانكلوجر المغلف قلنا فأيته يمنع الأتربة ويمنع لي تيار الهوائي اللي بالغرفة عندي شنو الأجزاء الميزان التحليلي أول جزء عندي البان البان طبعا هاي اللي أخلي عليها الشغلات يقول البان هي عبارة هاي كتعريف بس هذا التعريف البان يعني راح بغير ميزان هم راح نلقي تعريف البان بس التحفظ لهذا التعريف يقول فلات رايجد هو عبارة عن سطح يكون قوي سبورت يتحمل يعني العينة أو يحمل سبور طبعا يحملي العينة أوكي يعني اللي راح أخلي علي العين هذا هو البان عندي الغلاس دور هذا الباب الزجاجي شنو فأيته يعني يسهل الوصول داخل داخل الميزان عندي ديجيتار ريد اوت طبعا هاي شاشة القراءة أو نفسها السكرين مالتي دائما تقرالي شو تظهر لي فاريوس معلومات نيومرك رقمية وليست خافض غلطك صح وخطأ تقول لك لا هو نيومرك رقمية وليست صورية وعندك الزير و بوتون زر التصفير والكلابرايشن بوتون زر المعايرة طبعا زر المعايرة أكيد تعرفون شون نعاير الميزان هذا بالنسبة ما يخص الميزان التحليل طبعا عندي تايب أنواع الانالايتكال بلانس الميزان التحليلي أنواعها عندي سينغل بان ميكانيكال بلانس يعني يدو كفة واحدة ويكون ميكانيكي هذا النوع الأول النوع الثاني اللي هو توبان انالايتكال بلانس اللي بيكفتين شاب راح نيجي إلى أجزاء البارتس أوف توبان أجزاء التوبان شنلنا أجزاء أول شي عندي البان إحنا نعرف البان ذاك التعريف خذنا قلت لك أحفظ تعريف واحد تعريف الأول عندي الباينتر المؤشر عندي الديل هذا التقسيمات شون التقسيمات ما للساعة مثلا غرام غرامين ثلاثة هذا التقسيمات عندي الويت شابه بالويت مهم الوزن مهم دائما الوزن منين يصنع يصنع من مواد أما كابر أو ايرون أما نحاس أو حديد كلش مهم خير كلون ببالكم وعندي البيم الزراع مالتا وعندي البيس القاعدة أيضا القاعدة أنا كل ميزان أو كل جهاز بقاعدة فأنت حتى تخلص من دوخة كل واحد يختلف عليك فدائما البيس هي الها وظيفة واحدة اللي هي السابورت تدعم لي أو تطيني ستيبلوتي لإسمة جهاز مثلا أنا عندي ميكروسكوب أقول سابرت اعملي الميكروسكوب أو استيبلوتي استقراري الميكروسكوب عندي ميزان أقول سابرت واستيبلوتي للميزان شباب عدي هس الالكترونيك سيغنال بلانس هذا مهم هذا ان الأخيرات مهم شباب الإلكترونيك سينجل الإلكتروني بالانس ذو كفة واحدة الإلكتروني يقول هذا يكون كلش دقيق يكون ادق من البقية طبعا مبدع عمله بالاخضر مهم شنو مبدع عمله الكترو ماجنتيك فارس يونت اذا مبدع عمله هو القوة الكهرو مغناطيزية زين هذا مبدع عمله طبعا خليكون ببالكم وعندي النوع الاخير اللي هو المايكرو بلانس المايكرو يعني دقيق جدا من اسمه مايكرو شو يقول يقول هذا يقيس لي اتبعوا على اخضر المحددة ليست واحد مليون يعني يعني يجزء الاغرام الى ميت مليون بارتي واحد مليون بارت واحد مليون جزء بالاغرام شوف العشقد هو دقيق اشقد هو دقيق هذا الميزان طبعا بالمايكرو يعني دقيق جدا هذا الميزان يعني إذا قل لي بيلي نوع الميزان وقل لك مايكرو غرام شرح تقول لي هذا الميزان مايكرو بالانس إذا قل لي ميلي غرام إحنا يقول أخذنا الميلي غرام هس ذاك اللي قبل أو الميلي غرام شرحت لكم إياه فكل واحد وتعرف وحدة قياسة زينا الكيلو غرام والإغرام إياه أكيد أول واحد أول ميزان أخذناه هو الكيلو غرام فلازم تحرف كل ميزان ووحدة قياسة وإحنا شرحناهن هنا طبعا عندي أيضا بعد تكمله الميكرو بالانس شباب هذا عندك الاختصار لكيو سي ام مهم الإختصارات أنا قلت لكم مهم عليها يقول شنو يعني هذا يقول يعني كوارتز كوارتز كريستال مايكرو بالانس هذا الاختصار زينا مبدأ عمله شنو أيضا لازم تعرف مبدأ عمله مبدأ عمله بيزو الكتريك كوارتز كريستال هاي أخير سطر بالأخضر مبدأ عمله الفوق هو يعني الاختصار أما الجوه هو مبدأ عمله يعني ظاهرة الكهروضوئية شباب طبعا الصفحة الأخيرة اللي هو طبعا هاي الرسومات جاي يظهر لك الميزان والمؤشرات مالته أيضا خاف تجيب لك رسم ميزان وأشر على الملوته الاستخدام مال البالانس طبعا والكارفول هاي عليكم بس خلنا بضحها شوية قول ريد كارفوله اقرأ المانفوكتشارز انستركتشن تعليمات الجهاز تعليمات الشركة المصنعة ألواج اثنين ألواج دائما هاندل امسك لي الميزان بعناية ثالثا بفور ستارتين يقول قبل ما تبدي بيوي تتوازي لازم زيرو ذا بلانس صفر لي الميزان عندك هاي الرابعة يقول الوزن الكيميكالز أو وزن المود الكيميائي أترون تم رجر بدرجة حرارة الغرفة وخامسا الوز دائما نستخدم للفورس بالملقط حتى عاد أو ريموف حتى الضيف لأغتزيل الأوزان بالنسبة للكارفول أوف بلانس العناية بالميزان يقول كيب احفظ لي البلانس ميزان كلين نظيف ودون تلت لا تخلي لا تربع عليها قلنا ليش لأنه يكون حساس سيليكا جول شو دبي يجب أن يكون داخل الانالايتكال بالانس ليش حتى يزيلي أني مستر أي رطوبة وثالثا بروتكت بروتكت يحميلي الويت الأوزان من أو عفوا نحمي الأوزان لازم من تست الغبار والرطوبة واربعة بوزش قلنا الموقع الميزان لازم شي يكون على مقعد ثابت أوهي بعيدا عن عن الهتزاس أو صان لايت أشعة الشمس وخمسة نفر بط منخل الكيميكال يعني مودي كيميائي دائريكلي مباشرة للبالانس بان على كفة الميزان وستخدم فرشاة صغيرة حتى يمو فيزيل أي كيميكال أي مادة كيميائية اللي ممكن أنه تكون تمسك وها على الميزان طبعا اللي هنا تنتهي بحاضرة